بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بسنته واتبع ملته أما بعد أيها المستمعون الكرام يقول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون في هذه الآية الكريمة أذكر الله الناس جميعا بأنه هو وحده المنعم عليهم فيجب عليهم أن يشكروه وحده وقد وعد الله الشاكرين بالمزيد وتوعد الكافرين بالعذاب الشديد قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ فانظروا يا عباد الله موقفكم من نعم الله وتأملوا في أحوال من قبلكم من الأمم وأحوال من حولكم ممن تنكروا لنعم الله واستكبروا في الأرض كيف دهمهم أمر الله فأخذوا بغتة وهم لا يشعرون وكيف بدلوا بالنعمة نقمة وبالأمن خوفا وبالغنى فقرا وبالشبع جوعا فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم فإن سنة الله في خلقه واحدة ولن تجد لسنة الله تبديلا فلقد أنعم الله عليكم خصوصا في هذه البلاد بنعم لم تكن موجودة عند من كان قبلكم ولا عند كثير من من حولكم فأدر عليكم الأرزاق وأفاض عليكم الأموال ومنحكم صحة في الأبدان وأمنا في البلدان وأغلى من ذلك وأعلى أن اصطفى لكم الدين وأقامكم على المحجة البيضاء والملة السمحة التي ظل عنها أكثر الخلق فاشكروه ولا تكفروه واذكروه ولا تنسوه وأطيعوه ولا تعصوه ولا تكونوا كالذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فإن الله سبحانه لا يغير النعم على الناس إلا إذا تنكروا لها وكفروا بها قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لسميع عليم أيها الإخوة المستمعون إن مقام الشكر مقام عظيم والقائم به من الخلق قليل قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وحقيقة الشكر هي الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف والشكر يدور على ثلاثة أركان لا يكون العبد شاكرا إلا بمجموعها أحدها اعترافه بنعمة الله عليه بأن يعترف في قرارة قلبه بأن النعم واصلة إليه من الله تعالى تفضلا منه وإحسانا لا بحوله هو ولا بقوته الثاني التحدث بهذه النعم بلسانه ظاهرا بأن يثني على الله بها ويحمده عليها الثالث الاستعانة بهذه النعم على مرضات الله لأن يستعملها في طاعته لا في معصيته فإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة بأن نسب النعمة إلى غير الله أو استعملها في معصيته فقد كفرها وعرضها للزوال أيها المستمعون الكرام وقد ذكر الله في القرآن جملة من الشاكرين من عباده وفي طليعتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لنقتدي بهم فقد وصف عبده نوحا عليه الصلاة والسلام لأنه كان عبدا شكورا وذكر عن نبييه داود وسليمان عليهم السلام أنه لما آتاهما علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فشكر ربهما على ما من به عليهما من العلم النافع وهو من أكبر النعم ثم ذكر سبحانه عن نبيه سليمان أنه قابل نعمة الله بالشكر حينما من الله عليه بميراث النبوة عن أبيه وعلمه منطق الطير وآتاه من كل شيء يصلح به ملكه قال سبحانه وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ولما جمع الجنود من الجن والإنس والطير وسار بهم حتى أتوا على واد النمل وسمع كلاما نملة قال معترفا بفضل الله عليه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وعندما تم له مطلبه من إحضار عرش بلقيس لديه في أسرع وقت على عظمته عند ذلك اعترف أن ذلك ليس بحوله ولا بقوته ولا بقوة جنوده وإنما هو بفضل الله حيث قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حينما من الله عليه بالملك والعلم وجمع الشمل بوالديه وإخوته شكر نعمة الله عليه وسأله حسن الخاتمة لتتم عليه النعمة في الدنيا والآخرة حيث قال فيما حكاه الله عنه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وهذا خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه الشريفتين في صلاة الليل حتى تفطرتا وتورمتا فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا إنها نماذج عالية من عباد الله الشاكرين فاقتدوا بهم وتشبهوا بهم تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فالتشبه بالصالحين صلاح وإلى جانب ما قص الله عن عباده الشاكرين ذكر سبحانه نماذج ممن كفروا بنعمته واستطالوا في أرضه بغيا وعدوانا وفسادا وذكر ما حل بهم من العقوبات والمثلات لنحذر من طريقتهم ونتجنب مسيرتهم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا ونسألك اللهم المزيد من فضلك وإحسانك أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين